لم أعثر في الشعر العربي القديم على أي شيء يدله على قيمة الشارب في وجه الرجل أو على ارتباطه بالرجولة أو الفحولة والشجاعة كانت الدلالات هي الخيل، السيف، النجاد المعارك، الحسب، النسب، الكرم لكن المفاهيم تتغير أم أنا مخطئ أبو حميد؟ يا مرحبا بأصدقائي أنا أحمد فاخوري وهذه قناتي على يوتيوب لك اشتركوا بها تابعوا فيديوهاتي القديمة والجديدة والمتنوعة واخذها منها الشوارب إذا لم تقضي وقتا ممتعا فيها ومفيدا في فترة من الفترات كان مثل هذا الحلفان أو اليمين ملزما للرجل يعادل اليومين الغموس أو المنعاقدة من أين أتت تلك العادة بإطلاق الشنب؟ أظن أنها العرب لم تكن لديهم أخذوها من العثمانيين أو من الآسيويين في فترة من الفترات وبما أن الناس على دين ملوكهم فكانت موضة في أوروبا في العصور الوسطى إذا رأيت الرسومات لطبقة الأرستقراطية في عصر النهضة كان الجميع له شوارب عظيمة تمتد إلى خلف الأذنين طبعا شكل الشارب اختلف عبر العصور حسب الموضة مثلا من الشارب العظيم الذي زين وجه نيتشي أو إمبراطور ألمانيا إلى أن وصلنا إلى شنب الطغاة أشهر شنب في العالم هو شنب هتلر على فكرة لم يكن كذلك عندما كان جنديا تافها كان بشارب معقوف بعد الحرب العالمية الأولى ثم حوله إلى شارب مخطى عندما رسم شخصية القائد النازي شنب آخر لطاغية آخر هو جوزيف ستالين معظم الشيوعيين حاولوا تقليد شنب استالين لكن الغريب أن يأخذ الشنب أو الشارب في فترة من الفترات بعدا اجتماعيا وأخلاقيا وأن يمتد ليكون ميثاق صدق والتزام يجاري أعظم الأيمان فيتحول من مجموعة شعرات تحت الأنف إلى كيان كامل يختصر به المرء في مسلسل أيام شامية المعلم محمود رهنا شعيرات من شنبه لدى من أقرضه ليرات الذهب خالد تاجة قضينا ثلاثين يوما على أعصابنا حتى يستعيد محمود شواربها اذكرون هذا المسلسل بسام كوسة كان يمثل فيه لا اذكر اسمه اكتبوه بالتعليق كان اسمه ليس إدعشري ليس إدعشري لكن هذه القيمة ليست أصيلة قيمة الشارب المجتمع هو من صنعها من بنى حولها الهالة وأطفى عليها هذه الرمزية المرعبة يمكن أن تكون أي شيء كما لو أنه اختار الحاجب مثلا أحلفوا بالحواجب لا تحلفيني بالحواجب بدل لا تحلفيني بالشنب الرموش الأظافر الشاعر الحموئي الراحل سعيد قندقجي صادف أحد المدرسين أثناء تصحيح أوراق الامتحانات كانوا يعني يصاحعون بين المحافظات وكان عظيم الشاربين نظم به بعض الأبيات يقول له لك شاربان ولم أزل في رحلة من شاربيك على جناح خيالي متهدلان يمر من تحتهم جيش التتار ولا يمر ببالي جلسا عليك القرفصاء هكذا كأنما وجدا على شفتيك خير مجالي هي قسمة ضيزة شواربك التي طالت وعقلك في طريق زوالي أنتم قولوا لي ما رأيكم في الصورة التي رأيتموها لي بشاربان بالفلتر هل بقتلي الشوارب هل أظهروا لكم بشنب على شاشة الجزيرة عند السادسة بتوقيت الدوحة اي الثالثة اكتبوا منها في التعليقات